طيب يعني معانا على التليفون صديقي العزيز جدا أوي خالص دكتور محمد كريم زكا يا كريم مساء الفل مساء السعادة أنا مصمم دكتور محمد كريم أنا مش هتنازل عن كل لطة الطب أبدا ما كنت سنين طويلة برضو ما تتسابش كده عامل إيه كله كويس الحمد لله حاجة ربنا خليه كله تمام الحمد لله كنت لسه بتكلم بقول والله يا محمد كريم يعني نجمنا المصري الهوليودي أصبح بيلعب لنا دور رائع في مسألة التنشيط والترويج السياحي فجاب تيريس لحد هنا والله عايز أقول لك يعني أنا بقال لي سنين بكتات في الموضوع ده ونفسي واحد يعمل أي حاجة فيه لأن تواجدي ما بكون في أمريكا أو في هاليوود عمتا بشوف أن احنا بلدنا حلوة جدا وتستهل أكتر من كده بكتير بس هي محتاجة أن الواحد بس يبني زي ما تقول إيه بريتش كده ما بين هناك وهنا يعرفوا الناس بس البلدنا كميلة إزاي وفيها إيه فالموضوع بيتطلب تستخدم علاقاتك اللي أنت عاملها بالك سنين وتشوف إزاي تقدر تفيد بيها والحمد لله أنا عايز أقول لك يعني تايريس جيفسن بقاله بص يوسف بقاله سبع سنين عايز يجي مصر حين وكل مرة يكلمني عايز أجي مصر عايز أشوف مصر عايز أزر البلد عايز أشوف أهرامات وهو من نسبة له من هو طفل موضوع الأهرام ده مأثر فيه جدا وعايز يشوفه بأي طريقة فسبحان الله يعني جيت المرة دي قلت له بص خلاص يلا تعالى ونزبط وتيجي مصر إن شاء الله فهو كان سايد جدا 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 ولما جيه وأنا بصراحة ما كنتش متخيل إن الموضوع هيبقى يعني أنا جيت بناس كتير قبل كده ممثلين ومخرجين وممتجين بجيبهم من هاليوود بحاول على قد ما قدر يسوف إن احنا نفتح سكة صح كويسة لأن الموضوع مربح جدا 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 للبلد مش بس على نتاق البيار أو على نتاق السياحي لأ اقتصادي رهيب يعني إنت لو فيلم أي فيلم هيجي تتصور في مصر لو كلمنا أقل فيلم في أمريكا حيبقى في هاليوود يعني يعني إنت كلم عشرين مليون دولار تلاتين مليون دولار أربعين مليون وإنت طالق ده أقل حاجة أه يعني إحنا بلدنا أولا بحاجة زي كده إحنا لحد دلوقتي مشكلة عندنا إن إحنا كتير قوي من الأفلام للأسف بيكون لي علاقة بمصر بس بتتصور في دول تانية أعتقد إن ده المفهوم بالتغييرات الجميلة اللي حصلت في بلد عندنا بالموضم الجديدة اللي تعاملت بكل الحاجات الجميلة اللي تعاملت في مصر أعتقد لازم الموضوع ده المفهوم ده يبدأ نحط فيه جهد زيادة عشان الموضوع بيغير الموضوع هديك شفت النهاردة تايريس لما جي النهاردة الفيديوهات اللي عملها أنا ما طول ما أنا قاعد جنبه فين ديزل اتصل بي بالتليفون كل الممثلين بتاع خاصة كلموا قالوا له إنت ليه تروح من غير ما تقول لنا وحاجات يفهم قصدي فالموضوع عمل حاجة كبيرة حتى في الصحافة في هاليوود فأعتقد دي حاجات محتاجين أنا دايما بقالي سنين بحاول أشرح ده بقول يا جماعة لازم يبقى في حاجة اسمها كالندر لمدة سنة يعني عندك 12 شهر ليه ما يبقاش كل شهر 2-3 يجو ده أقل حاجة لما انت عتعمل ده طب ده يا خليل هسألك يا كريمة على حاجة بعد إذنه هل لما حصل وتاريس جيبسون طلع جيه وبتتصوره هل حصل تواصل مثلا حد فيه ذات السياحة كلمك حتى بهيئة التنشيط كلمك يعني هل حصل تواصل خالص لا 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 بس بصراحة ما حدش متأخر عن حاجة يعني لو أنا عزت حاجة بكلم يعني بصراحة يعني أنا كلمت مثلا النهاردة دكتور مصطفى وزيري راجل مسترم جدا جميل جدا وقلت له وقال لي انت عايزة يا حالتول لا الدنيا كلها متغتبة تمام قال لي لا أنا حخلي حد يكون مستنيك عند الهرم يعني الناس مش يعني بس ما بتتأخرش نحن نستنى لما حد يكلمه ها بس انت قديك قلت هو الناس ما بتتأخرش آه بس أنا مش عايزين كده احنا عايزينهم يتبنوا القصة بقى على طول يعني مش ان انا اتكلم اقول والله طب دكتور مصطفى في النهاية عمل كل اللي يقدر عليك رجل مسؤول عن الاثار بس أنا عايز الوزارة وهي التنشيط السياحة كان المفروض يكلمه أنا وجهة نظر الموضوع ده هيتعامل لازم بأنتيتي لوحدها يعني جهة مختلفة ما احترامي كل حاجة بس لازم تبقى حاجة غير حكومية لان الـ دايما واعتقد ده اللي الدولة متجع فيه دلوقتي الخطاع الخاص قصة ثانية خالص بيبقى بيحسب كل حاجة وعايز الموضوع الده بقى ويبقى فيه نجاح على كل مستويات فاعتقد ده هيغير يعني أنا سعيد جدا بصراحة يعني مهرجان الجونة مثلا ما اخرش خالص في الموضوع وعمل سفانسرينج كبير برضه في الموضوع رائع يعني عاملين مجهود كبير جدا يعني يعني استفانيح ساويرس وساويرس ويعني مدير مهرجان عمريمانسي الحقيقة الناس عاملين مجهود كبير جدا بنشكرهم صحيح طب سؤال بقى كريم ليك انت بقى ده بعيدا عن السياحة وكل الحاجات دي يعني ان كنت أنا أتمنى ان أنا أشوفك كده في الجزء القادم وانه يبقى متصور في مصر او الله تبقى لزيزة بص انت عارف أنا وانت يا صحاب فانا بحبك يعني ربنا يخلي والله بكلمك بأمانة الله يخلي احكيلي بقى اقولي على حاجة مهمة ما هو القادم لمحمد كريم سواء اذا كان في السينما المصرية او في هوليووند بص في دي أنا الفترة الفاتتي كان خمس سبسين اللي فات وكنت واخد فرار ان انا اركز في اللي انا بعمله وهي كانت حالية والحمد الله ربنا وفسقني ان انا عملت بطولة مع نيكليس كيج اذكرت الساتل وده فتح لي ابوك كتير جدا عملت بعد كده دور مع بروس وليس وكيف اندالا اللي الناس بتعرفش ان انا صورت ثلاث افلام تانيين ان شاء الله طلعين الخبر اللي انا بقوله لك يمكنك تلسف محدش يعرفه انا فيه فيلم كبير جدا 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 اسمه وده يعني حصلت الحق يجي جدا مع اي جي في من الاكبر استوديوهات هاليوود والفيلم ده انا عامل فيه شخصية عالم اثار حلو والفيلم ده حيتم تفسير ما بين امريكا والوطن العربي بحاول جاهدا ان انا اجيب جزء منه يستور في مصر ده ايه الموضوع ان شاء الله يكون سهل ارجوك اعمل كده ولو في حاجة يعني بص انا بشتغل مزيع في البرنامج اوه بس يمكن انا جزء من الحاجات اللي بعملها في حياتي واللي متشرف بيها ان انا وكيل لجنة الثقافة والاثار في مجلس الرواب لو في حاجة العبد لله يقدر يساهم فيها والنبي لا تقول لي حاضر حاضر انا هبقى اكتر واحد سعيد ان انا اساعد في حاجة زي كده لانه ده بالنسبة لنا كلنا كمصريين مهم وبالنسبة لي على مستوى الصداقة لما بيني وما بينك ابقى سعيد ان انا بعمل ده حيحصل وهو يعني بصراحة انا شايف ان التجربة دي نتيجتها كتقوية جدا وكويسة جدا للبلد اتمنى ان اقدر اعمل اكتر من كده الفترة اللي جاية مع النجوم كبار جدا في هالوود لكل الحاجات اللي عندنا العاصمة الادارية محتاجة حاجة زي كده كل المدن السياحية اللي عندنا عايزة حاجة زي كده لازم نفكر بس برضو اوتو الزباكس شوية عشان الموضوع يبقى لان احنا عندنا كل حاجة ناقت بس ماركسين احنا مشكلتنا الماركسين معك 100% محمد انا بشكرك جدا 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 على المكالمة وشكرا على الخبر اكسكلوسيف اللي قلته لنا الف مليون شكر وان شاء الله بمنتهى التوفيق دايما الف شكر ديك شكرا جدا نجمنا المصري الهوليودي محمد كريم شفتوا بقى يعني الراجل هو اللي جاي بتيريس جيبسون ومحدش يتواصل معاه